ومناقشات وقراءة وتحليل أبرز وأهم أحداث الأسبوع منورنا في هذه الفقرة للتحليل الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن أهلا بك يا أستاذ بشير أهلا بك أستاذ بشير منورنا دائما في نهاية الأسبوع طيب خلينا نتكلم في البداية عن الحدث الأكثر أهمية وهو زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى السودان والحقيقة الزيارة لها أبعاد متعددة وأعلنها يمكن أثناء الزيارة وقبلها بساعات سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سيدك طبعا شايف أن الزيارة لها بعض الأبعاد عايزين نقشها كده مع حضرتك واحدة واحدة تفضل خلينا الأول يعني أبدأ بتقديم واجب العزاء للشقيقة الأردن في مصابها الجلل ويمكن حضرك نقشت ده في الأول أو ألقيت الضوء على ده في الأول ويا رب إن شاء الله ده ما حصلتش في مصر وأنا واسق نهاية الأرصاد كل يوم بتبعت تقاريرها للجهات المعنية لأن أي دولة معرضة لده في أي وقت ويا رب إن شاء الله نكون حضرنا والحكومة حضرت كواس جدا لأي متغير طبيعي ممكن يحصل إن شاء الله بإذن الله أما زيارة الرئيس للسودان فأنا أعتقد أن ده من أهم الزيارات اللي حصلت في الفترة الأخيرة وكان قبلها زيارة الرئيس لروسيا لـ 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لكن خليني أتوقف في الأول قدام جملتين جملة قالها الرئيس السوداني وجملة قالها الرئيس المصري طبعا في ظلم وتغيرات اللي بتحصل كل يوم في المنطقة وده حنرجع لها دلوقتي بعد شوية لكن الجملة اللي قالها الرئيس السوداني بتؤكد على عمك العلاقات بين مصر والسودان لما قال أنه العلاقة بين مصر والسودان مش اختياري مش أمر اختياري لكن ده فرض عين في ظل المتغيرات اللي بتحصل دلوقتي الرئيس سيسي الجملة برضو مهمة جدا قال أنه هذه العلاقة امتداد لجزور ضربة في عمق التاريخ ولابد من تنمية هذه العلاقة وأعتقد أنه 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم يعني حاجة مشرفة جدا وحاجة كبيرة جدا لأنه إحنا العمق الاستراتيجي للسودان والسودان العمق الاستراتيجي لمصر ولا تقل أهمية السودان بالنسبة لمصر عن أهمية مصر بالنسبة للسودان يمكن ده أكبر عدد من الوزراء خدوا الرئيس السيسي للسودان كان في صحبة الرئيس السيسي للسودان طوال الزيارات اللي فاتت كلها مذكرات تفاهم طالت مناقشات فيها أحاجات كتير جدا خاصة بالزراعة وخاصة بالصحة سكة الحديد وخاصة بالسكة الحديد يمكن ده من أهم المشروعات بالنسبة لي أنا خط السكة الحديد والربط الكهرباء لو تفتكري في منتدى الشباب اللي فات في شرم الشيخ وده برضو هنيجي عليه بعد شوية وقف شاب أفريقي وقال أن أنا عايز خطوط سكة حديد تربط بين الدول الإفراقية كلها بعضها ببعض ويمكن الرئيس برضو توقف أمام جملة هذا الشاب وتكلم عنه وده السمار اللي بنجنيها دلوقتي وده اللي أشد به وزير خارجية المصري عقب الانتهاء المباحثات في السودان السكة الحديد والربط الكهربائي كمان الصدرات السودان فتحت أبوابها لكل الصدرات المصرية وده يمكن برضو من أهم الإنجازات لكن الإنجاز الأكبر بالنسبة لي هم مذكرات التفاهم اللي حصلت 12 مذكرات التفاهم وطبعا ده تم الإعداد له اللي جاء المشتركة بتعمل من 6 شهور صبقت هذا الزيارة يمكن ده الزيارة أو اللقاء رقم 10 بين الرئيس السيسي والرئيس السوداني بدأت من 2015 لما راح الرئيس السيسي يحضر الحوار الوطني اللي كان معمول في السودان عشان مصالحة وده وأعقبها زيارة في أكتوبر 2015 برضو للرئيس السوداني هنا لما خد تم تكريمه هنا لمشاركته في حرب أكتوبر وفي حرب الاستنزال هذه الزيارات وهذا التحرك السريع من القيادة المصرية تجاه إفريقيا كنا أهملناه طول السنوات اللي فاتت وأعتقد أن الرئيس دلوقتي فتح كل الأبواب أمام كل الدول الإفريقية طيب في نقطتين عندنا جانب صحي المجال الصحي لأنه كان فيه الحقيقة مبارح كمان يمكن البرنامج شهد يعني توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمنظومة الصحة وبأدوية وبأمصال فإحنا عايزين بس نعرف دلوقتي ده المجال الصحي ده هيكون تأثيره إزاي على المنظومة الصحية سواء في مصر أو في السودان بعد هذه الشراكة أو هذه الاتفاقية الاستفادة من الخبرات في البلدين ويمكن يمكن مصر بتولي اهتمام كبير جدا بالصحة والتعليم في الفترة دي ويمكن مبادرة المئة مليون صحة تنعاكس على الشقيقة السودان والأكري رسي ينعاكس على الشقيقة السودان عندنا تجارب مهمة جدا حصلت في الفترة الأخيرة في مجال الصحة أعتقد أنها تنعاكس على السودان كمان مجال الزراعة الزراعة حصل فيه مذكرات تفاهم في مجال الزراعة وفيه مجال البحث العلمي برضو وتنقشوا فيه مبارح مجال البحث العلم وفيه مزارة التعليم العالي هنا وهناك وكمان الاعلام مش عايزين ننسى الاعلام وده اللي هتوقف قدامه تلاتين ثانية بالزبط انه مساق شرف اعلامي احنا هنا بنتكلم عن مساق الشرف الاعلامي المصر اللي ضرب به عرض الحياة بيضرب به عرض الحياة برنامج تنفيذي للاعوام 2018 لحد 2020 هذا صحيح حصلت تقيابين مجال الازعاء والتلفزيون مساق الشرف الاعلامي زي ما طبقناه على مصر حيبقى بين مصر والسودان فارجو ان اي حد ان الزملاء ما يصرعش في انه يحكم قد يكون معارض مصري الجملة على السودان الاعلام السودان لا ينجرف وراء هذه الجملة قد يكون معارض سوداني الجملة عن مصر الاعلام المصري لا ينجرف لان اصبح هناك نساق شرف اعلامي لابد من التفكير قبل ان نتحدث في اي من العلاقة بيننا